بسم الله الرحمن الرحيم اه ان شاء الله النهاردة هنشرح المقادرة اه التالتة من كورس الاعتمال المصرفي اه هنشرح ازاي بنحسب قيمة الاحتياج التمويلي سواء للسنة الفعلية اه الفين وليكن الفين اتنين وعشرين او السنة المتوقعة البروجيكتد الفين تلاتة وعشرين اه هنوضح بمثال عملي ازاي بنحسب اه قيمة الاحتياج التمويلي هنحسب هنوضح ايضا ازاي بيتم حساب اه طورة التشغيل الوحدة اه للعميل عدد الايام اللي بياخذها العميل لدورة التشغيل الوحدة بداية من اه شراء المواد الخام اه ثم ادخالها على خطوط الانتاج اه كوركينج اني بروسيز ثم تحويلها كفينيش جودز ثم بيعها لنعملاء وتحصيل اه قيمة اه اوراق القبر فهنوضح ازاي بيتم حساب طول مدة التشغيل او دورة التشغيل الوحدة للعميل وهنوضح ازاي بيتم حساب اه الاحتياج التمويلي سواء اه للسنة الفعالية اه الفين اتنين وعشرين او السنة المتوقعة الفين تلاتة وعشرين والمداخل اللي بيتم على اساسها اه حساب قيمة الاحتياج التمويلي فهنبدأ من المسال العملي ده اه قامت شركة الاصلاح في واحده تلاتين اتناشر الفين اتنين وعشرين ببيع بضاعة بقيمة اه خمسمائة الف جنيه تكلفة البضاعة المباعة ربعمية الف جنيه وكانت مبيعات الشركة النقضية بقيمة ميت الف جنيه والمبيعات الاجلة بقيمة ربعمية الف جنيه علما بان قيمة العملاء في واحده تلاتين اتناشر الفين اتنين وعشرين بقيمة ميت الف جنيه والمخزون بقيمة خمسين الف جنيه والموردين بقيمة ستين الف جنيه. علما بأن قيمة التسيلات الممنوحة للعامين بقيمة تلاتين الف جنيه. يعني التسيلات اللي هنمنحها للعامين هنا قيمتها تلاتين الف جنيه. طبعا ده مثال يعني بسيط توضيح كده عشان ازاي نوضح ازاي بيتم حساب قيمة الاحتياج التمويني للعامين سواء للسنة الفعلية اللي هي آآ الفين اتنين وعشرين او السنة المتوقعة الفين تلاتة وعشرين. طبعا عشان احسب آآ قيمة الاحتياج التمويني هناك مدخلين. اما آآ مدخل تكلفة البضاعة المباعة او المدخل التاني هو آآ قيمة الاستثمار العامين. آآ المدخل الاولاني اللي هو تكلفة البضاعة المباعة فانا من خلال تكلفة البضاعة المباعة بعرف آآ تكلفة التشغيل اليومية كامل العمين. وبضرب تكلفة التشغيل آآ اليومين العمين في طول دورة آآ التشغيل آآ الواحدة للعمين. يعني بشوف العمين آآ دورة تشغيله اخزت آآ كم يوم. وبضرب آآ عدد الايام لدورة التشغيل الوحدة. وليكن دورة التشغيل الوحدة للعميل بيأخذها بداية من شراء المواد الخام إلى أن يتم تحصيل قيمة أوراق القبض من العمل أول يكن تسعين يوم. فبدرب التسعين يوم دي في تكلفة التشغيل الوحدة اللي بيتكلفها العميل خلال دورة التشغيل الوحدة دي. آآ بتديني تكلفة الاحتياج الدموي. طبعا المدخل الثاني آآ اللي بيتم آآ على أساسه حساب قيمة الاحتياج التمويلي وهو حساب قيمة الاستثمار العامل آآ او بنسميه مدخل الميزانية فقط لأنه بيتم حساب قيمة الاستثمار العامل كقيمة مطلقة آآ بيتم حساب قيمة الاستثمار العامل الوركينج انبيسمينت آآ وبعد كده آآ من خلال قيمة الاستثمار العامل دي أنا بشوف همول كام آآ نسبة من آآ همول العامل نسبة قد ايه من قيمة الاستثمار العامل? وليكن قيمة الاستثمار العامل كانت بمئة الف جنيه? فانا بشوف هموله مسلا بنسبة اه اربعين في المية او خمسين في المية. من المئة الف وبالتالي بموله بقيمة ايه? خمسين الف جنيه. طيب اه اه اي المدخلين اضبط? اه. طبعا هنوضح اه اي المدخلين اضبط وايهما افضل? اه بالنسبة لمدخل حساب قيمة الاحتياج التمويني للعميل والمدخل الثاني اه حساب الاحتياج التمويني كنسبة من الاستثمار العامل. اه هنوضح الاول اه ايهما افضل? ده من خلال طبعا شرح المثال. هنشرح المثال وبعد كده بعد ما نشرح المثال اه هنوضح اي اي المدخلين افضل. آآ سواء آآ حساب الاحتياجي التمويلي كنسبة من الاستثمار العامل. او حساب الاحتياجي التمويلي طبقا لتكلفة البضاعة المباعة. طبعا هنا المدخل الاول حساب تكلفة الاحتياجي التمويلي طبقا لتكلفة البضاعة المباعة. فاول حاجة عشان اعرف قيمة الاحتياجي التمويلي كم? بحسب الاحتياجي عدد الايام آآ البيتم فيها تحصيل قيمة العملاء. طبعا حساب الاكاونت آآ بتساوي الاكاونت على في تلتمية خمسة وستين. آآ قيمة اوراق القبض على المبيعات الأجلى في تلتمية خمسة وستين يوم عشان اعرف كم يوم بياخذها عميل لتخصيل قيمة اوراق القبض. وبالتاني معي انا قيمة العملاء في آآ المسال. بقيمة مئة الف جنيه. واحدة وتلاتين اتناشر الفين اتنين وعشرين كانت قيمة العملاء بقيمة مئة الف جنيه. هذه المئة الف جنيه بقسمها على المبيعات العاجلة. اللي هي ربعمية الف جنيه وبضربها في تلتمية خمسة وستين بتبقين واحدة وتسعين يوم. الواحدة وتسعين يوم دي معناها انه العميل بيتم تخصيل قيمة اوراق القبض من العملاء او قيمة العملاء بعد واحدة وتسعين يوم. يعني حوالي تلات شهور. يعني بعد كل تلات شهور بيتم تخصيل قيمة آآ اوراق القبض او فترة الايتمانية الممنوحة للعملاء واحدة وتسعين يوم. تاني حاجة بحسبها الانفنتري ديز ونهاند. بيساوي آآ الانفنتري على القبض في تلتمية خمسة وستين يوم. فانا معاي قيمة المخزون بقيمة خمسين الف جنيه. على آآ القبض بقيمة ربعمية الف جنيه في تلتمية خمسة وستين بتديني كم بتسوي خمسة واربعين يوم. خمسة واربعين يوم دي معناها انه العميل آآ بيتم آآ بيع المخزون وتحويله الى كل خمسة واربعين يوم. يعني المخزون عنده آآ تيرن اوبر بيبيعه وتم تحويله الى كل خمسة واربعين يوم. الاكاونت بيابل ديز بتسوي الاكاونت بيابل على الكوبز في تلتمية خمسة وستين يوم. بتسوي الستين الف على الربعمية الف في تلتمية خمسة وستين بتديني اربعة وخمسين يوم. آآ الاربعة وخمسين يوم دي معناها انه العميل بتاعي بيسدد آآ قيمة الموردين بعد اربعة وخمسين يوم. يعني السياسة الاعتمالية الممنوحة من قبل الموردين للعميل بتاعي اربعة وخمسين يوم. وبالتالي هنا معي الأكاونت ريسيباوس دي بتوضح لك السياسة الاعتمانية الممنوحة من قبل الشركة للعملاء بيتم تحصيل أوراق القبض والعملاء بعد كم يوم فهنا العميل بدي ثلاث شهور اللي هو واحد وتسعين يوم أما سياسة الموردين أو السياسة الاعتمانية للدفع هنا العميل بيسدد للموردين بعد 54 يوم ففي هنا حوالي كده ما بين الفترة الاعتمانية الممنوحة للعملاء والفترة الاعتمانية الممنوحة من قبل الموردين حوالي 40 يوم يعني الراجل ده بيحصل أو العميل بيحصل قيمة أوراق القبض بعد 91 يوم وبيتم سداد قيمة الموردين أو الفترة الاعتمانية الممنوحة من قبل الموردين بعد 54 يوم ففي حوالي كده آآ اربعين يوم طبعا هنا في آآ دي محتاج العميل طبعا يمولن في الكاشكون فيرجان آآ سايكلز الكاشكون فيرجان سايكلز دي بيساوي آآ اللي هي طول دورة طول دورة التشغيل الوحدة العميل يعني العميل بياخد آآ قد ايه في آآ دورة التشغيل الوحدة معاك الاكاونت ريسيبونز ديز اون هاند زاعد الانفينتوري ديز اون هاند مينس الاكاونت بيقول ديز اون هاند بتساوي الواحد وتسعين يوم زاعد الخمسة واربعين يوم زاعد الاربع وخمسين بيديك آآ بتساوي اتنين وتمانين يوم اتنين وتمانين يوم دي معناها الكاشكون فيرجان سايكلز يعني آآ دورة التشغيل الوحدة للعميل بداية من آآ شراء المواد الخام آآ ثم تصنيع هذه المواد الخام وتحويلها الفينش جودز ثم تحويل الفينش جودز الى كوكز كمبيعات بتتم بتاخد كام دورة التشغيل الوحدة اتنين وتمانين يوم دورة التشغيل الوحدة بداية من شراء المواد الخام الى ان يتم تحصيل قيمة آآ اوراق القط دورة التشغيل الوحدة للعميل آآ بتاخد اتنين وتمانين يوم آآ طبعا لو عايز اعرف آآ كان دورة تشغيل آآ بيخوزها نعميل خلال آآ السنة باكسم آآ تلتمية خمسة وستين يوم على اتنين وتمانين يوم يعني العميل ده بيعمل آآ اربع دورات آآ ونص في السنة كدورة تشغيل دورة تشغيل الوحدة معه بتاخد اتنين وتمانين يوم فآآ خلال السنة بيتم عمل آآ حوالي اربع دورات ونص خلال السنة المالية بيتم يعني دي بنسميها دورات متداخلة معنى انه العميل خلال بيشتغل خلال السنة آآ آآ بيتم شراء المواد الخام وتصنيحها ثم تحويلها الفينش جودز ثم بيعها وتحويلها الى بياخد آآ في السنة اربع دورات ونص آآ هنحسب بقى آآ قيمة آآ الاحتياج التمويني او الفينانسي جاب الفجوة التمويلية آآ بيتم حسابها طبعا آآ تبقى لتكلفة اليوم الواحد من العملية التشغيلية بشوف انا الكوكز قيمتها كام وبقسمها على تلتمية خمسة وستين يوم فانا معي في المسال فوق قيمة تكلفة البضاعة المباعة ربعمائة الف جنيه عشان اعرف تكلفة اليوم الواحد بكسم آآ قيمة الربعمائة الف جنيه دي على تلتمية خمسة وستين يوم فبتديني تكلفة اليوم الواحد او تكلفة التشغيل الواحدة آآ على العامل كام فهن تكلفة التشغيل الواحدة حوالي الف خمسة وتسعين عشان اعرف قيمة الاحتياج التمويني في الدورة الواحدة بتكلفني كام هетساوي الف خمسة وتسعين في اتنين وثمانين يوم هتديني تسعين الف. التسعين الف دي قيمة الدورة الوحدة للعميل. يعني دي تكلفة ايه? الدورة الوحدة للعميل. العميل هنا عشان يشتغل دورة تشغيل واحدة. بداية من شراء المواد الخام الى ان يتم بيع قيمة اوراق قيمة اوراق القبر بيتم تكلفته تسعين الف جنيه في دورة التشغيل الوحدة. طيب انا همولو قدي ايه? من دورة التشغيل الوحدة دي? اه طبعا انا قيمة التسعيلات الممنوحة للعميل كانت فوق في المسال تلاتين الف جنيه. طيب اه تلاتين الف جنيه دي تمثل قد ايه? من قيمة اه دورة التشغيل الوحدة. فهنحسب ها طبعا الجراند فاسيليتي راشيو اللي هي نسبة التسعيلات الممنوحة اللي هي على الفاينانسينج نيل. هنا التسعيلات الممنوحة للعمل تلاتين الف جنيه. طيب هو انا منحه دلوقتي تسهيلات اعتمانية بقيمة تلاتين الف جنيه. والاحتياج التمويل للعميل هو بيحتاج في الدورة الوحدة تسعين الف جنيه. فانا هنا نسبة التمويل للدورة الوحدة او تكلفة التشغيل الوحدة انا بموله بنسبة تلاتة وتلاتين في المية. ده نسبة الاحتياج التمويل اللي انا بمقوله للعميل من 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 قيمة الدورة التشغيل الوحدة. ده حساب الاحتياج التمويل طبعا آآ للسنة المالية الفين اتنين وعشرين السنة الفعلية. طيب عشان احسب آآ قيمة آآ الاحتياج التمويل للسنة المتوقعة. تمام? وليكن في آآ تلاتين تمانية الفين تلاتة وعشرين. آآ قامت شركة الاصلاح بموفاتنا بمركز مالي في تلاتين ستة الفين تلاتة وعشرين. علما بان قيمة المبيعات كانت تلتميت الف جنيه. وكانت آآ تكلفة البضاعة المباعة متين وخمسين الف جنيه. علما بان قيمة العملاء في تلاتين ستة الفين تلاتة وعشرين بقيمة تمانين الف جنيه. والمخزون بقيمة تلاتين الف جنيه والموردين بقيمة خمسة وعشرين الف جنيه. طبعا انا عشان احسب اه قيمة الاحتياج التمويني. اه بالنسبة السنة الفعلية طبعا ما فيهاش مشكلة. اه بحسب قيمة الاحتياج التمويني كام لاخر سنة. بشوف الاحتياج الفعلي للعميل كان كام? وبحسب اه السنة المالية المتوقعة اللي هي الفين تلاتة وعشرين. طيب السنة المالية المتوقعة اللي هي الفين تلاتة وعشرين دي. اه بحسب قيمة الاحتياج التمويني اه ازاي? يا اما اه بستند اه ازا كانت الشركة بتعمل مراكز مالية نصف سنوية فبجيب المراكز المالية النصف سنوية. وبعملها اه بضرب اه قيمة اه المبيعات بتاعتها النصف سنوية عشان احولها السنوية. بضربها في اتنين. يعني هي اه قيمة المبيعات في تلاتين ستة وليكن خمسين الف. عشان اعرف قيمة المبيعات خلال اه السنة كام السنة كتوتل. بضربها في اتنين. وبجيب تكلفة البضاعة نسبة تكلفة البضاعة المباعة إلى المبيعات كام بشوفها طبعا من خلال الهيستوريكا يعني أنا بحدد نسبة تكلفة البضاعة المباعة إلى المبيعات بشوف خلال آخر ثلاث سنوات المتوسط كام أو أعلى نسبة في تكلفة البضاعة المباعة كانت كام وبالتالي من خلالها يأما باخد المتوسط إذا كانت النسب متقربة خلال الثلاث سنوات وليكن أنا دلوقتي هحسب بالإحتاج التمويل المتوقع لـ 2023 يبقى أنا معي ميزانية 2020 و2021 و2022 بشوف نسبة تكلفة البضاعة المباعة إلى المبيعات خلال الثلاث سنوات لو كانت متقربة باخد المتوسط لو في سنتين قيمة أو نسبة تكلفة البضاعة المباعة إلى المبيعات في ديفرنس بينهم باخد متوسط السنتين دول أو باخد احتياطاً أكبر نسبة في خلال الثلاث سنوات وبحسب من خلالها نسبة تكلفة البضاعة المباعة إلى المبيعات في 2023 وليكن مثلاً أنا أخدت المتوسط خلال الثلاث سنوات طلع المتوسط معي نسبة تكلفة البضاعة المباعة إلى المبيعات تمانين في المية يبقى أنا بسترشد بالنسبة دي أنه العمل ده خلال نسبة تكلفة البضاعة المباعة إلى المبيعات كانت تمانين في المية وبالتالي في 2023 وعشرين في المية بضرب آآ المبيعات بتاعته في تمانين في المية بعرف تكلفة البضاعة المباعة للعميل كان ده لو في مركز مالي طب لو ما فيش مركز مالي باستند طبعاً على ايه على الهيستوريكل آآ بشوف آآ المبيعات بتاعته آآ خلال الثلاث سنوات بتاعته هل كانت في في زيادة في المبيعات ولا فيه انحباط أو اباعمل آآ آآ تريند آآ 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 لازيز الآ آآ والسلز وبدتالي بعمل آآ بصم مبروجيكتد樂 آآ للسلز بناء على الهيستوريكل آآ سواء ازا كانت اللي بتاعت المبيعات في زيادة فيها المبيعات والجلاث بعد وبالتالي بعمل في آآ آآ بعمل زيادة في نسبة المبيعات وليكن كانت فيه زيادة خلال الثلاث سنوات السابقة آآ فيه زيادة في المبيعات بنسبة عشرة في المية. باجي انا في السنة المتوقعة اللي هي الفين تلاتة وعشرين. آآ بزود المبيعات بتاعتي بنسبة آآ عشرة في المية. وبضرب وبشوف برضو زي ما قلنا حساب نسبة يا ما بحسيبها تبقى للمتوسط او حساب متوسط سنتين او حساب الاعلى سنة نسبة تكلفة المبيعات الى المبيعات كام? وبعرف من خلالها نسبة آآ تكلفة البضاعة المباعة كام? وابتدي اكمل باقي الافتراضات بتاعتي. آآ وحساب قيمة المخزون وحساب قيمة العملاء دي طبقا ايه? للهيستوريكاز وآآ عدد الايام لكل قيمة من هذه آآ البنود كانت كام? آآ وبحس بقيمة الاحتياج التمويل. هنوضح ازاي طبعا من خلال اكسيل الشيت آآ هنوضح ازاي بيتم حساب برضو آآ قيمة الاحتياج التمويل. ده بصفة عامة. فانا لو معاي آآ هنا مركز مالي في ستة الفين تلاتة وعشرين. هبتدي اعرف آآ الانولايزد آآ سيلز كام وبالتالي بضرب قيمة المبيعات آآ الاتنين. وبشوف نسبة تكلفة البضاعة المباعة الى المبيعات كانت كام خلال السلس سنوات السابقة. او المتوسط آآ لو في ديفرنس آآ في نسبة تكلفة البضاعة المباعة الى المبيعات في ديفرنس خلال السلس سنوات. وبالتالي باخد آآ متوسط السنتين. او النسبة العامة. فهنا في تلاتين تمانية الفين تلاتة وعشرين قامت شركة الاصلاح في موفاتنا بمركز ماني منتهي في تلاتين ستة الفين تلاتة وعشرين. علما بان قيمة المبيعات كانت تلتميت الف جنيه. وكانت تكلفة البضاعة المباعة متين وخمسين الف جنيه. علما بان قيمة العملاء في تلاتين ستة الفين تلاتة وعشرين بقيمة تمانين الف جنيه. والمفزون بقيمة تلاتين الف جنيه. والموردين بقيمة خمسة وعشرين الف جنيه. طبعا المطلوب هنا هنحسب الحساب الحساب حساب قيمة الاحتياج التنوي. الحل طبعا عشان نعرف قيمة المبيعات السنوية هنضرب قيمة المبيعات النصف سنوية اللي هي تلتمائة الف هنضربها في اتنين وبالتالي دي الستمائة الف دي قيمة المبيعات السنوية. طيب تكلفة البضاعة المباعة اللي هي آآ ضربنا نسبة آآ التمانين في المية دي اللي هي تمانين على مية ضربناها في ستمائة الف اللي هي قيمة المبيعات ادتنا ربعمية وتمانين ارب. طبعا انا التمانين في المية دي اه افترضت هنا ازاي ما نحسبها طبعا تكلفة البضاعة المباعة. اه بنحسبها طبعا على على طبقا للأفريج او السنة الاعلى ايهم اكبر. وقلنا طبقا للمسال وليكن مسلا عندك سنة الفين وعشرين والفين واحد وعشرين والفين اتنين وعشرين كانت نسبة تكلفة البضاعة المباعة على المبيعات وليكن في الفين وعشرين كانت تلاتة وسبعين في المية. فالفين واحد وعشرين كانت خمسة وسبعين في المية. هنا في سنة الفين اتنين وعشرين اه كانت تمانين في المية. فهنا هللاحظ ان تكلفة البضاعة المباعة خلال اه السلس سنوات الهيستوريكال انه قيمة تكلفة البضاعة المباعة على المبيعات طبعا في ازدياد. وهللاحظ هنا بشكل اه فتم زيادة تكلفة البضاعة المباعة في سنة الفين اتنين وعشرين بنسبة اه خمسة في المية فهنعرف طبعا الاسباب اه اللي قدت اه الى زيادة التكلفة المباعة بنسبة خمسة في المية من الفين واحد وعشرين لالفين اتنين وعشرين. اه ونعرف الاسباب زيادة تكلفة البضاعة المباعة وبالتالي هنختار هنا هل هي بصفة موقعة أم طبيعة هذه الصناعة بتتطلب زيادة التكليفة البضاعة من سنة الأخرى من نسبة معينة أما هذه الزيادة والقيمة يعني فارق خمسة في المية عن السنتين السابقين كان في حدث معين مثلا أثر على تكلفة البضاعة المباعة وليكن في 2022 هنشوف يعني كان في مشكلة في سلاسل الإمداد والنقل البحري وزيادة تكلفة النقل البحري وبالتالي أدى لزيادة تكلفة البضاعة المباعة يعني هنا الملخص بنعرف الأسباب اللي أدت إلى زيادة تكلفة البضاعة المباعة إلى المبيعات في 2022 فهنا احتياطاً بأخذ نسبة تكلفة البضاعة المباعة عن المبيعات النسبة الأعلى وليكن 80% طبعاً لو النسب متقربة من بعض بأخذ المتوسط للسلاس سنوات أو بأخذ هنا ممكن أخذ متوسط السنتين بتاعت 2021 و2022 لو ما بين السنتين مش كبير بأخذ متوسط السنتين يعني هو هنا الملخص عشان أصل لقيمة عادلة تكلفة البضاعة المباعة النسبة يعني العادلة فأنا معي هنا نسبة تكلفة البضاعة المباعة 80% عشان أعرف تكلفة البضاعة المباعة في 2023 درفتها في قيمة المبيعات اللي هي ستتمية داتني ربعمية وتمانين ألف جنيه طبعاً أنا هنا عشان أحسب آآ الاحتياج التمويلي للسنة المتوقعة الفين تلاتة وعشرين أخذ الأكاونت ريسيبه وزديز أنهاند والإنفينتري ديز أنهاند والأكاونت بيابل ديز أنهاند آآ تبقى لآخر سنة مالية أنت بتشوف طبعاً يعني خلال الهيستوريكا للسلس سنوات آآ الماضية فترة التحصيل هل هي في آآ فترة التسليل الممنوحة للعملاء آآ هل هي في آآ زيادة في فترة الايتمان أم في تناقص وبناء عليه بتختار طبعاً آآ السنة المالية طبعاً آآ الأعلى الأعلى قيمة فيهم آآ أيهم أكبر آآ طبعاً انفينتري ديز أنهاند طبعاً بتشوف التريند آآ بتاع خلال الهيستوريكا للبتاع السلس سنوات وكذلك الأكاونت بيابل ديز أنهاند السياسة الايتمانية الممنوحة للعمل هل كانت آآ آآ وخمسين يوم ولا كانت أقل آآ السنتين الماضيين مثلاً تلاتين وعشرين بتشوف التريند بتاع الأكاونت بيابلز بالنسبة للأصول بتاخد طبعاً المتوسط أو الأعلى قيمة أيهما أكبر وفي الالتزامات بتعكس بتاخد المتوسط أو أيهما أقل قيمة آآ الكاش كونفيرجان سايكز آآ طول دور التحول للوصول بتساوي آآ الاكاونت رسيول ديز انهاند زال انفنترو ديز انهاند ناقص الاكاونت بيابل ديز انهاند بتساوي اتنين وتمانين يوم طبعاً هنا آآ طول دورة آآ التحول آآ او طول دورة التشغيل الواحدة اتنين وتمانين يوم آآ هتلاقيها آآ في المتوقع الفين تلاتة وعشرين زي الفين اتنين وعشرين لأن احنا هنا اخذنا الافتراضات بتاعة آخر سنة الفين اتنين وعشرين ومشينا على الافتراضات آآ الخاصة بالسنة المالية اللي هي آخر سنة الفين اتنين وعشرين آآ بعد كده بتحسب قيمة الاحتياج التمويني آآ طبقاً آآ لمبدأ او مدخل آآ تكلفة البضاعة المباع بتشوف آآ قيمة آآ قيمة الكوكز السنوية كانت وبتقسمها على تلتمية خمسة وستين يوم عشان نعرف تكلفة التشغيل الوحدة لليوم الواحدة لليوم الواحدة. فانا معاي هنا قيمة آآ تكلفة البضاعة المباعى ربعمية وتمانين آآ بقسمها على تلتمية خمسة وستين يوم بتديني تكلفة آآ التشغيل الوحدة او تكلفة آآ الدورة التشغيلية الوحدة الف تلتمية وخمستاشر. طيب آآ دي تكلفة آآ التشغيل الوحدة آآ لليوم الواحد عشان اعرف قيمة الاحتياج التمويني للسنة المالية الفين تلاتة وعشرين بضرب اللي هي الف تلتمية وخمستاشر في طول دورة آآ التشغيل للعميل اللي هي طول دورة تشغيل العميل يعني قلنا بداية من شراء المواد الخام الى ان يتم آآ بيع قيمة آآ اوراق القبر ادتنا مية وسبعة الف. طبعا عشان احسب نسبة الاحتياج التمويلي يبقى دي قيمة الاحتياج التمويلي المية سبعة الف. يبقى المية وسبعة الف دي قيمة الاحتياج التمويلي. طب انا همول كم من قيمة الاحتياج التمويلي ده? انا كده العميل كنت اموله آآ فوق كنت مدله تلاتين الف. طيب التلاتين الف تمثل كم من قيمة الاحتياج التمويلي العميل تمثل تمانية وعشرين يوم. آآ تمانية وعشرين في المية. هنا هنلاحز فيه نقطة. هللاحظ انه هنا كانت قيمة في السنة الفعلية الفين اتنين وعشرين كانت قيمة الاحتياج التمويلي للعميل الاحتياج التمويلي للدورة التشغيل الوحدة تسعين الف. وكنت انا بمموله بنسبة تلاتة وتلاتين في المية اي التلاتين الف اللي انا كنت مدها له كتسهيدات كانت تمثل من الاحتياج التمويلي بتاعه التسعين الف جنيه نسبة تلاتة وتلاتين في المية. في حين في السنة المالية المتوقعة ان الاحتياج بتاع العميل زاد بدلا ما بتسعين الف بيمية وسبعة الف. وانا مموله تلاتين الف على المية وسبعة الف يعني نسبة الاحتياج التمويلي هنا قلت. يعني انا ممول العميل ده من الاحتياج التمويلي بتاعه بنسبة تمانية وعشرين في المية. ده انو العميل بتاعي اه انه في زيادة في قيمة النشاط التشغيلي بتاعه. وبالتالي انا في التجديد السنوي. لو العميل طلب زيادة انا همنحه هنا زيادة لانه طبعا هنا في زيادة في اه دورة التشغيل بتاعته. بدليل انا قد تمويله اه بنسبة في السنة الفعلية بنسبة اه تلاتة وتلاتين في المية وفي السنة المتوقعة الفين تلاتة وعشرين في المية بنسبة تمانية وعشرين في المية فلو العميل طلب زيادة في التجديد في تجديد التسئيلات الاعتمانية هنا بزود له التسئيلات الاعتمانية. ده طبعا حساب اه ازاي يعني انا وضحت اه هنا في المسال ده ازاي بنحسب قيمة الاحتياج التمويلي طبقا لتكلفة البضاعة المباعة. طبعا يعني قلنا في مبدئين بيتم حساب اه قيمة الاحتياج التمويلي. يا اما قلنا المدخل الاول اللي هو الاحتياج التمويلي طبقا لتكلفة البضاعة المباعة وزي ما وضحنا كده بيتم حساب الاحتياج التمويلي للعميل بعرف من خلال تكلفة البضاعة المباعة اه كامل سنوية بقسمها على تلتمية خمسة وستين يوم عشان اعرف تكلفة التشغيل اليوم الواحد كامل العميل وبضرب تكلفة التشغيل اليوم الواحد للعميل في طول دورة التشغيل اه في طول دورة التشغيل الواحدة. بشوف طول دورة التشغيل الواحدة كامل العميل بتاخد كم يوم وليكن في مثالنا في 2022 أخذت 82 يوم يبى دورة التشغيل الوحدة للعميل بداية من شراء المواد الخام إلى أن يتم بيع وتحصيل قيمة أوراق القبض وقيمة العملاء بتاخد معاه السيكل دي 82 يوم يبى العميل ده بيكلفه دورة التشغيل الوحدة كان بدرب طول دورة التشغيل الوحدة اللي هي 82 يوم في تكلفة التشغيل الوحد العميل ده بيتكلف وليكن في تكلفة التشغيل اليوم الوحدة 1095 يوم طيب دورة التشغيل الوحدة بتاخد 82 يوم يعني العميل ده بيتكلف كل يوم 1095 يوم 1095 جنيه فبضرب 1095 جنيه دي في 82 يوم بديني التسعين الف دي اللي هي تكلفة ايه? الاحتياج التمويلي للعميل في دورة التشغيل الوحيد. طيب انا بموله كم من دورة التشغيل الوحيدة نه? بموله في حدود من نسبة مقسمم اه فيه بنقب بتمول مثلا في حدود اربعين في المية في بنقب بتمول خمسين في المية المقسمم بيكون في حدود ستين سبعين في المية اه من التسهيلات من الاحتياج من قيمة الاحتياج التمويلي للعميل. طبعا يعني عشان تبقى للمبدأ يعني 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 انا ما ينفعش ادخل اه بكامل اه بتمويل كامل قيمة الاحتياج التمويلي للعميل. يعني هنا الاحتياج التمويلي للعميل كان تسعين الف ما ينفعش انا كمان في واحد ان انا اموله واتشيل اه الريسك كالتوتال ريسك. اه واموله بكامل قيمة الاحتياج التمويلي الى التسعين الف لا انا بموله نسبة من قيمة الاحتياج التمويلي ويكون اربعين او خمسين في المية وباقي البنوك وباقي البنوك الاخرى بتموله باقي النسبة يعني اه طبقا يعني ايه كنوع من مشاركة الرزق اه عشان لو قدر الله حصل اي مشكلة في اه مع العمين في العمليات التشغيلية وعدم سداد مستحقات اه العملة او 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 حدوس اي حالة اه تعصر يبقى في مبدأ مشاركة ايه الرزق ما اشيلش قيمة ايه اه انا كبانك ما اشيلش قيمة الرزق اه كمان اه كبانك واحد وبالتالي ايه بوزع الرزق على اكتر من بانك فبالتالي المدخل الاول اه بيعتمد اه اللي هو اه حساب الاحتياجي التمويني تبقى لتكلفة البضاعة المباعة بيعتمد على اه قائمة الدخل وقائمة المركز المالي لان انا بشوف طبعا اه تكلفة البضاعة المباعة كام ومن خلال تكلفة البضاعة المباعة كام بعرف تكلفة الدورة التشغيلية الوحدة كام وابعتمد على قائمة المركز المالي اللي هي بعرف اه طول دورة اه التشغيل الوحدة كام بشوف عدد العماء عدد الايام اللي بيتم فيها تحصيل اوراق القبر وبشوف اه عدد الايام اللي بيتم فيها تحويل المخزون الى تكلفة بضاعة اه مباعة وبيعها وبشوف ايضا الاكام ويتبيابل ديزن هاند الفترة الهتمانية الممنوحة من قبل الموردين كام اه لسداد قيمة الموردين من قبل العميل. بالتالي اه انا يعني بعتمد على على مدخل اه قائمة مركز مالي وقائمة الدخل. فبالتالي انا اه يعني اه بيتم اه حساب الاحتياج التمويلي طبقا اه لمدخل حساب تكلفة البضاعة المباعة. طبقا اه اه لقائمة المركز المالي وطبقا لقائمة الدخل. فطبعا المدخل ده ادق من المدخل اه التاني اللي هو حساب الاحتياج التمويلي كنسبة من الاستثمار العامل لان انا بشوف تكلفة التشغيل اه كامل العميل اللي اتكلفة في اليوم الواحد وبضروبها اه في دورة التشغيل اه طول دورة التشغيل الوحدة للعميل. والتالي بعرف قيمته الاحتياج التمويلي. باعتمد على قائمة المركز المالي وباعتمد على قائمة الدخل. وبعرف قائمة او بعرف قيمة الاحتياج التمويلي كامل. من خلال طول اه عدد ايام طول اه دورة التشغيل الوحدة. وبضروبها في تكلفة التشغيل اليوم الواحد كامل. وبعرف من خلالها الاحتياج التمويلي. فده اه ادق من حيث معرفة اه طبعا عدد الأيام اللي بيتم فيها تحصيل أوراق القبض من العملاء كم؟ بتعرفك 91 يوم هنا يعني أنا من خلال عرفت هنا أنه 91 يوم أنه العميل بتاعي بعد 91 يوم بيتم تحصيل أوراق القبض من العملاء وكذلك بيتم 45 يوم بيتم تحويل المخزون إلى كوكز وبيعه بعد 45 يوم والسياسة الاتمانية بيتم دفع قيمة الموردين بعد 54 يوم فتبقى لمدخل الاحتياج التمويني تبقى لتكلفة البضاعة المباعة ده أكثر دقة بيعرفك بالتفصيل قيمة الاحتياج التمويني كان وعدد الأيام اللي بيأخذها العميل لتحصيل قيمة أوراق القبض وتصريف المخزون والقطرة الاتمانية اللي دفع قيمة الموردين وبيعرفك طول دورة التشغيل الوحدة كم كم يوم بتاخد طول دورة التشغيل الوحدة لنعمل بداية المشارات المؤدد الخام إلى أن يتم تحصيل قيمة العملاء وبالتالي بيضربها في تكلفة التشغيل اليوم الواحد وبتديك تكلفة الاحتياج التمويني أما المدخل الثاني وهو حساب الاحتياج التمويني كنسبة من الاستثمار العامل فبيتم حساب الاستثمار العامل كالتالي معك الوروكينج الاستثمار العامل بيساوي قيمة هنا بيعتمد على قيم كلهم من حساب بيساوي قيمة بيجمع عليها قيمة وبيجمع عليها قيمة اللي هو الأصول المدفوعة مقدمة زي أو أي حاجة المدفوعة المصروفات المدفوعة مقدما أي مصروفات مدفوعة مقدما وبيطرح منها كقيمة والمصروفات المستحقة وقيمة لو في نوتس بيابل برضو بيطرح فانت الوروكينج في فيسبوك هنا بيساوي قيمة بيساوي قيمة الاكاونت ريسي باوز بلس الانفنتري بلس البريبيد البريبيد وبتطرح منه قيمة الاكاونت بيابل وبتطرح منه أيضا الاكرود المصروفات المستحقة هنا حساب قيمة الاستثمار العامي هنا بيتم حسابها كقيمة مطلقة بتحسبها من خلال قيمة الاكاونت بلس المصروفات المدفوعة مقدما وبتطرح منها الاكاونت والاكرود المصروفات المستحقة وبتدي قيمة الاستثمار العامي وليكن طلعت مثلا من خلال حساب قيمة المعدلة دي طلعت وليكن مئة الف فانت بتحسب نسبة الاحتياج التمويل الفاينانسينج او الجاب بتموله كنسبة من قيمة الاستثمار العامي ولكن هتموله بنسبة خمسين في المية هي المية الف بيساوي قيمة خمسين الف فهنا قيمة الاستثمار العامي بيوضح لك قيمة مطلقة طبقا لمدخل قائمة المركز المالي بيعتمد على قائمة المركز المالي فقط من خلال حساب قيمة الاستثمار العامي الوركين بيتم حساب قيمة وبتجمع عليها قيمة تطرح منها قيمة الموردين المصروفات المستحقة ولو في دفعات طبعا هنا لو في دفعات دفعات مقدمة يعني مدفعة من قبل من قبل الموردين او مدفعة من قبل سوري العملاء بتخطها هنا طبعا يعني ايه زي اي مصروفات مدفعة مقدمة زي اي 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 اجار اي مصروفات دفعات مدفعة مقدمة بتخطها في وهنا طبعا لو في قيمة الموردين ولو في اي مصروفات مستحقة عليك من مرتبات اه وجور او 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 تجمحها هنا ادبانس 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 بيمينت لو في اي دفعات مدفعة لك اه من قبل العملاء بتخطها في الادبانس بيمينت كالتزام عليك لو في دفع مقدمة يعني من عميل مدفعة لك وهيتم ستداد باقي قيمة اوراق القبل فبتخطها كادبانس بيمينت فهنا طبقا لحساب الاحتياجي التمويل طبقا لمدخل قائمة المركز المالي بتتم حساب قيمة الاستثمار العام كقيمة مطلقة طبقا لمدخل قائمة المركز المالي او طبقا لقائمة الميزانية فبتحسب قيمة المصروفات المدفعة مقدمة كام بتحسب التلاتة دول مع بعض وبتطرح منيهم قيمة الموردين وقيمة المصروفات وقيمة الدفعات المقدمة من العمل كام وليكن طلع معنا قيمة الاستثمار العامل مئة الف جنيه فهنا انا عرفت الاحتياج التمويلي للعميل من خلال بتاعه انه العميل ده الاحتياج التمويلي بتاعه مئة الف جنيه طب انا هل انا هموله بالمئة الف جنيه لا انا بموله نسبة من قيمة الاستثمار العامل وليكن هموله انا بنسبة خمسين في المية من الاحتياج التمويلي ده قيمة الاستثمار العامل هيبقى قيمة الاحتياج التمويلي معاي خمسين الف جنيه فقيمة الاستثمار العامل كنوع وكنوع مؤشر يعني آآ زيادة تأكيد اكتر بتشوف هل انت نسبة التمويل بتاعك آآ المديها للعميل هل هي نسبة كانت اعلى من آآ قيمة الاحتياج التمويلي تبقى لحساب تكلفة البضاعة المباعة ولا هي اقل فالاساس طبعا بيتم حساب قيمة الاحتياج التمويلي تبقى لتكلفة البضاعة المباعة وزيادة التأكيد عشان اشوف بس يعني هل النسبة اللي انا منحها للعميل آآ تبقى لحساب الاحتياج التمويلي تبقى لمبدأ تكلفة البضاعة المباعة آآ بشوف هل هذه النسبة اللي كنت منحها طبعا هل هي نسبة يعني كانت آآ كبيرة ولا نسبة اقل بعمل زيادة التأكيد بشوف الاحتياج التمويلي للعميل كان كام طبقا آآ لمبدأ آآ الاستثمار العامل فبحسب الاستثمار الاستثمار العامل كامل للعميل وبشوف قيمة الاستثمار العامل وبموّله وبشوف انا نسبة مثلا آآ بضربه في نسبة مثلا آآ آآ 33% خلال آآ السنة المالية الفعلي هي ابني اثمين وعشرين او الثمانية وعشرين في المية في السنة المتوقعة آآ آآ الفين ثلاثة وعشرين في المية بدرب الثمانية وعشرين في المية في المية الف جنيه وبشوف قيمة الاحتياج التمويلي كامل العامين يعني هو آآ كانوع من آآ يعني التأكيد لكن الآضبط آآ بالنسبة لحساب الاحتياج التمويلي هو حساب تكلفة آآ حساب الاحتياج التمويلي تبقى لمبدأ تكلفة البضاعة المباعة. لكن مبدأ الاستثمار العامل ده هو مبدأ بيعرفك يعني انا اه تقيمة مطلقة لقيمة الاستثمار العامل ووركينج باسمينت كام. اه وبالتالي انا هموله نسبك قد ايه من الاستثمار العامل. فهو يعني زيادة تأكيد. اه لحساب اه الاحتياج التمويني ليه اه تبقى لمدخل تكلفة البضاعة المباعة. ولكن الاضاق والاشمل حساب الاحتياج التمويني طبقا لتكلفة البضاعة المباعة لانه بيشمل قائمة الدخل وقائمة المركز المالي. وبيعرفك بالتفصيل اه طبعا عدد الايام اللي بيتم فيها تحصيل اه اوراق الفض وعدد الايام اللي بيتم فيها تصريف المخصونة. عدد الايام اللي بيتم فيها سداد الاكاونت بيابلز. لكن الوركينج انفيسمينت بيعتمد على اه قائمة المركز المالي فقط. اه وليس حساب تكلفة تكلفة التشغيل اليومية كام اللي هي قسمة الكوكز على 걸 probable 65 يوم. تعرف تكلفة التشغيل اليومية كام؟ اه ووركينج انفيسمينت بيعتمد على اه قائمة المركز المالي كام? اه على قائمة المركز المالي فقط. لو عرف قيمة الاستثمار العام الكام? قيمة مطلقة? وهاتموك نسبة من الاستثمار العامل آآ آآ ده الملخص بالنسبة طبعا آآ ازاي بنحسب آآ قيمة الاحتياج آآ التمويل آآ للعميل سواء طبعا آآ زي ما قلنا طبقا لمدخل آآ آآ التكلفة آآ البضاعة المباعقة او طبقا لمدخل الاستثمار العامل. آآ شكرا لحضرتكم. آآ طبعا ممكن برضو آآ نوضح آآ يعني من خلال برضو آآ قبل ما نقفل آآ ازاي بيتم حساب آآ الاحتياج التمويني آآ في في النموذج المالي. طبعا هنا الهيستوريكل بيكون معك ثلاث سنوات اللي هما الهيستوريكل آآ السنة واحدة لو هتمول تسهيلات قصيرة الاجل. لكن لو هتمول آآ تسهيلات طويلة الاجل سواء قرد متوسط آآ ثلاث سنوات او قرد آآ خمس سنوات بتبتدي تعمل طبعا ثلاث سنوات او خمس سنوات. فمن خلال طبعا بتبوب آآ القوام المالية آخر ثلاث سنوات. وتبتدي تبتدي تشوف آآ قيمة المبيعات هل هي في آآ زيادة ام نقصان. وسبب الزيادة في المبيعات وآآ النقصان المبيعات. وبالتالي بتعرف بتاع السيدز آآ هل هو في آآ وتبتدي تعمل آآ هل هتزود المبيعات آآ بنسبة معينة او ما يتم تخفضها. كذلك آآ قيمة آآ بتشوف آآ قيمة خلال السلس سنوات الماضية. هل هي كانت في زيادة? ام آآ في نقصة? ام في تزبزف في ديفرانس? وبالتالي هتقرر هتشوف هتاخد آآ متوسط آآ السلس سنوات او وسط سنتين او آآ اكبر آآ سنة ايهما اكبر. وبتحدد تكلفة نسبة تكلفة البضاعة المباع على المبيعات كم? وبتعمل آآ تكلفتها كم? تكلفة البضاعة المباع على البروجيكتد يرز. وبتبتدي طبعا تعمل آآ طبقا لحساب طبعا الجدول آآ الوصول السابتة. وبتحسب المخصصات. وبتوصل آآ للنت بروفيت آآ حساب النت بروفيت افتر تاكس. كذلك بالنسبة لآآ قائمة المركز المالي. تبتدي تعمل آآ للوصول. والاكاونت آآ آآ بناء طبعا على آخر سلسلس سنوات. بتشوف الاكاونت ريسيبابلز عدد ايام التحصيل كالت كام? هل هي في السلسلس سنوات الفين وعشرين والفين وعشرين والفين اتنين وعشرين? هل هنا الاكاونت ريسيبابلز ديزون هاند آآ في زيادة ام نقصان? وبتبتدي تاخذ طبعا آآ هتشوفها تاخد المتوسط لو في ديفرانس آآ بين آآ سنوات الدراسة او القيمة الاعلى. اي يوم اعلى في حالة الوصول. وكذلك آآ بتحسب قيمة آآ الانفنتوري من خلال عدد ايام طبعا يعني انت بتحسب معنا المعدل الاكاونت ريسيبابلز ديزون هاند بتسوي طبعا الاكاونت آآ ريسيبابلز على آآ الكريديت سيز بتلتمية خمسة وستين يوم. فانت عشان تحسب قيمة الاكاونت ريسيبابلز في البروجيشن آآ معاك يعني معطيات نقصة معاك قيمة الاكاونت ريسيبابلز ديزون هاند ومعاك قيمة الكريديت سيز الاكاونت ريسيبابلز ديزون ديزون هاند بتجيبها من خلال الهيستوريكال هتشوفها تاخد خلال اخر سنة مالية ولا هتاخد المتوسط لاخر سلسلس سنوات او متوسط سنتين وقيمة الكريديت سيز طبعا بتل هي عملت لها اول حاجة بتعملها بروجيشنز آآ لما بتاقي بتعمل بتعمل بروجيشن بتعمل بتبدا بالمبيعات فاول حاجة بتبدع بها المبيعات وبتبتدي تعمل تشوف بتاع المبيعات هل هو في زيادة ام نقصان آآ وبتددي تحدد نسبة ادى اه هل هيتم زيادتها مسلا وليكن خمسة في المية او عشرة في المية. اما سيتم آآ ديكريز آآ هيتم تناقص قيمة المبيعات بنسبة معينة على حسب طبعا آآ بتاع السيلز. تبتدي طبعا تعمل بتاعك الى عن تصل آآ بتحدد قيمة الاحتياج التمويلي بتاعك لو تسهيلات قصيرة الاجل بتشوف طبعا العامل بتاعك لو محتاج تسهيلات قصيرة الاجل وبالتالي بتحدد قيمة الاحتياج التمويلي آآ قصيرة الاجل اللي هي او لو اول عميل محتاج طبعا تسهيلات آآ طويلة الاجل هيعمل توسعات في المصنع شراء آآ آلات معدات آآ التوسع في مصنع جديد وبالتالي هتموله قرض متوسط الاجل او طويل الاجل فبالتالي بتمنح العامل قرض آآ طويل الاجل آآ ديت بتوضح الاحتياج التمويلي طبعا قيمة الاحتياج التمويلي هنا من خلال آآ بتوضح قيمة اللونج ترم آآ كام وآآ الجزء اللي هو المتداول آآ من القرض طويل الاجل. فبتشوف العامل بتاعك هل هو محتاج تسهيلات قصيرة الاجل ام حساب آآ ام محتاج تسهيلات طويلة الاجل من خلال طبعا آآ عمل آآ للسلس سنوات آآ بتشوف طبعا آآ تعمل بتاعتك للوصول والاستمشن بتاعتك للالتزامات وحقوق الملكية وبتطلع قيمة آآ الاحتياج التمويلي بتاعك سواء كانت آآ قصيرة الاجل او الاحتياج التمويلي لو هتعمل توسعات مع العميل شراء آآ 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 وعدات. او آآ توسعات في مصنع جديد او شراء خطوط امتاج. بتبتدي اتموله آآ لونج تيرم ديت وبتوضح آآ الجزء القصير الاجل. ده آآ دي الاكسلشيت او اللي بتحسب من خلالها طبعا الاحتياج التمويلي. طبقا للهيستوريكاز آآ للسلس سنوات الهيستوريكاز. فبتعمل آآ بتاعتك للوصول واسمشن بتاعتك للالتزامات وحقوق الملكية وبتطلع تحسب قيمة الاحتياج التمويلي بتاعك. طبقا طبعا يعني ايه زي يعني ده مبني طبعا على الافتراضات يعني بنشوف اول حاجة بنبدأ بيها آآ بنبدأ بالمبيعات عشان نعمل نعرف آآ قيمة الاحتياج التمويلي سواء لو كنت همول العميل آآ يعني ده حساب يعني ايه آآ تبقى للاكسلشيت يعني اللي كنا نشرحه هناك ده بتجي تعمله هنا على بشكل اوسع بتحسب من خلاله بتحط طبعا تبوي بالقوام المالية بتاعت اخر سلاس سنوات قيمة المبيعات بتاعتها خلال اخر سنوات كان وبتدي تعمل البروجيكت ديير لسنة واحدة آآ لو كانت تسهيلات قصيرة الاجل او كانت تسهيلات آآ طويلة الاجل آآ بتمنح العميل طبعا آآ قارد متوسط سواء ثلاث سنين او خمس سنين بتشوف الترندي بتاع المبيعات بتاعك آآ هل انكريز او ديكريز وبالتالي آآ بتعمل في السنة المالية المتوقعة وبتبتدي ايضا تحسب نسبة آآ تكريفة البضاعة المباعة للمبيعات من خلال داتا وتكمل بتاعك عادي الى ان تشوف الديفرنس هنا بتعمل آآ للاصول للكاش والمركتاب والسيكوريتز والاكاونت ريسيبولز والانفينتوري وتشوف لو العميل هنا هيعمل توسعات في الفكسيد اسس بروبريت بلانت اند اكويبمنت ولو في استثمارات عند العميل واللي ده بتبويبه آآ بتبويبه للثلاث سنوات السابقة وتبتدي تعمل برجيكشنز آآ لسنة الفين تلاتة وعشرين لو هتموله آآ التسيلات قصيرة العجل او آآ اكتر من سنة في حالة التسيلات طويلة العجل وبتحدد طبعا هنا آآ التسيلات قصيرة العجل كامل برجيكتر ولو هتموله طبعا بتحط هنا قيمة آآ القارض طويل العجل لونج تيرم ديت والجزء من القارض طويل العجل طبعا آآ قائمة دي بتطلع لك جهزة بعد ما بتعمل التبويب بتاع قائمة الدخل لاخر اخت ثلاث سنوات واتبويب آآ قائمة الميزانية برضو اخت ثلاث سنوات وتعمل تبتدي طبعا تطلع لك الكاشي فلو آآ يعني جاهزة سواء الكاشي فلو طبقا للسكس بلوكس او الكاشي فلو طبقا للسري بلوكس وهنا بتوضح طبعا النسب المالية طبعا احنا بنشوف طبعا الهيستوريكال داتا آآ التريند بتاع الهيستوريكال داتا من خلال الفينانشيال داتا دي بتشوف هنا آآ الاكاونت ريسيبولز عشان تحسب مسلا آآ قيمة الاكاونت ريسيبولز كامل بتشوف هنا التريند بتاع آآ الهيستوريكال التريند بتاع الاكاونت ريسيبول دايز انهان تلاقينا وليكن تلات ايام العامين هناك الفين وعشرين آآ بحصل بعد يومين في الفين واحد وعشرين بحصل بعد ست ايام في الفين تلاتة وعشرين بحصل بعد تسع ايام فانت هنا في ديفرنس ما بين مسلا سنة الفين وعشرين والسنتين آآ آآ السنة اللي هي الفين واحد وعشرين واتين وعشرين هنا ممكن تشوف هنا اسباب الزيادة في آآ الاكاونت ريسيبولز في زيادة عدد ايام التحصيل هل في توسعات في المبيعات آآ ام في عام العامين بيبتدي يدخل لزيادة ماركت اه بتشوف هنا الاسباب وبناء على هي بتحدث هل هتاخد المتوسط ولا تاخد اخر سنة وبناء على هذه النسب بنعمل طبعا الافترضات اه بتاعتنا والاسومشنز لبناء النموذج المالي اه بناء على الهيستوريكال داتا وبنعد طبعا البروجيكتد ياري السنة المالية البروجيكتد او سواء كانت لسنة مالية الفين تاتة وعشرين او اكثر من سنة في حالة التسهيلات اه طويلة الاجنة. اه طبعا يعني يا رب تكون استفدتوا لو في اي استفسارات طبعا يعني اه ان شاء الله هنكون على تواصل. اه جاست كومنت اه وانا هرد يعني على كل الاستفسارات بازن الله. شكرا لحمد. اشتركوا في القناة